واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا فطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام في ظلل من الغمام والملائفة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سالبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أردوا من بعد ما جاءته البينات من بعد ما جاءته البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تنخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خروا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا لن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو قره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرى وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله أفوه الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقونه للعفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرى ويسألونك عن اليتاما قل إصلاف لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيق قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيق ولا تقرقوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فاتتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوادين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ومشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور عليم للذين يؤلون من نسائهم ترقص أربعة أشهر فإن فاغوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروب ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهم إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يطيما حدود الله فإن خفتم أن لا يطيما حدود الله فلا جناع عليهما فيما افتدت به تلب حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وإن طلقها فلا جناع عليهما أن يتراجعا أن يطيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتهم النساء فبرغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو سرعوهن بمعروف ولا تمسكوهن برارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتقذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعرفكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتهم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكرن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك لوعب به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله نعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكله نفس إلا نسعها لا تضار غالدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاوهن فلا تناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا وأولادكم فلا تناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يترفون منكم وعبرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغنا ذلهن فلا تناح عليكم فلا تناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا تناح عليكم فيما حربهم به من خطبة النساء من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواهدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عودة النكاء حتى يبرغ الكتاب أجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا تناح عليكم إن طلقتهم النساء ما لم تمسوهن أو تفلطوا لهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وفرطتم لهن فريضا فنسف ما فرطتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده يعفلة النكاء وأن تعفوا أقرب للتغوى ولا تنسوا الفول بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله خالدين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين التغفون منكم واذرون أسواجا وصية لأسواجهم متاعا إلى الحول غير الخراج فإن خرجنا فلا تناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متان بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إن الذين خرجوا من جيالهم وهم غلوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يسكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله غرضا حسنا فالضاعفه له أضعاثا كثيرا والله يقلد ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئين بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أقردنا من جيالنا وهبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لهم طالوا تملكا قالوا أن لا يكون له الملك علينا ونحو حق بالملك منه ولم يرت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسل والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن لا يتملكه أن يأتيكم التابوت أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لهاية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوتهم الجنود قال إن الله مبتريكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعنه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجانوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما ضرزوا لجانوت وذنوده قالوا ربنا أسرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داور جانوت وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعض ببعض لفسدت الأرض ولكن الله فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين